إذن نبدأ هذه الساعة من حيفا حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع دوي صفرات الإنذار في خليج حيفا وأفادت مراسلة العربي بإطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان على مواقع إسرائيلية معنا من حيفا مراسل التلفزيون العربي أحمد دروش أحمد إذن رشقة صاروخية هي الأولى وائل خلال الساعات الماضية باتجاه هذه المنطقة هي الأولى خلال ساعات اليوم دوت صفرات الإنذار قبل دقائق قبل أقل من خمس دقائق في منطقة خليج حيفا في كريات آتا وهي تقع إلى الشمال من مدينة حيفا بين حيفا وعكا وكذلك في القرى والمدن العربية التي تقع إلى الشرق من حيفا وعكا شفا عمر تمراء عبلين وغيرهم هي مناطق تقع عند مشارف الجليل الأدنى شهدنا عردا من الصواريخ الاعتراضية التي انطلقت صواريخ الكبة الحريرية أربع صواريخ كبة حريدية أربعة صواريخ كبة حريدية انطلقت من خليج حيفا تجاه الصواريخ لاعتراضها لكن سمعنا أصوات أكثر على ما يبدو ناجمة عن سقوط صواريخ في إما في مناطق معينة في هذه المنطقة أو في البحر حتى الآن لم يصدر أي بيان من الجيش الإسرائيلي يوضح أعداد الصواريخ التي انطلقت باتجاه هذه المنطقة وإن كانت الصواريخ التي سقطت أصابت أهدافا معينة أو أنها سقطت في مناطق مفتوحة أو في منطقة البحر بحسب ما تنشر الآن الكنيات الثانية عشر الإسرائيلية فإن عردا من الصواريخ سقط في مناطق مفتوحة بالقرب من مدينة حيفا بمعنى أن الكبة الحريدية لم تعترض جميع الرشقة التي انطلقت من مدينة حيفا وبالفعل كانت أصوات الانفجارات أكبر من أصوات الصواريخ الاعتراضية التي انطلقت من هذه المنطقة وعارة هذه إشارة إلى سقوط الصواريخ دون أن تتمكن القبة الحريدية أو منظومة الدفاع الإسرائيلية من اعتراضها ويأتي هذه الرشقة الصاروخية اليوم إلى حيفا وهي الأولى منذ نحو 24 ساعة تأتي بالتزامن مع اجتماع للكابنت الأمني والسياسي الإسرائيلي لبحث عملية برية محتملة داخل الأراضي اللبنانية تروج وسائل الإعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنها قد تبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة دون أن تؤكد إسرائيل ذلك أو تنفيه سنعود إلى هذا الموضوع لاحقا في إطار هذه التغطية شكرا لك يا أحمد أرجو أن تقم معنا